بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن الشقوق القاعدية والتي تسمى بالكاتشونات هنبدأ بدراسة المجموعة الاولى والتي تسمى بمجموعة حمض HCL المخفف هندرس منها املاح الفضة واملاح الرصاص هذه المجموعة تترصب على صورة كلوريدات في الوسط الحمض فلو ابتدينا باول تجربة هناخد جزء من املاح الفضة مع كاشف المجموعة وهو حمض HCL المخفف زي ما احنا شايفين تكون راسب ابيض من كلوريد الفضة هذا في حالة الفضة طيب لو جينا في حالة الرصاص هناخد جزء من املاح الرصاص مع كاشف المجموعة حمض HCL المخفف زي ما احنا شايفين ايضا تكون راسب ابيض من كلوريد الرصاص طيب نفرق بينهم ازاي في بعض التجارب التأكدية اللي بتقدر تفرق لنا فلو خدنا مع محلول كورومات البوتاسيوم هناخد جزء من املاح الفضة مع محلول كورومات البوتاسيوم زي ما احنا شايفين تكون راسب بني محمر من كورومات الفضة طيب لو خدنا في حالة الرصاص ناخد جزء من املاح الرصاص مع محلول كورومات البوتاسيوم زي ما احنا شايفين تكون راسب اصفر من كورومات الرصاص فيه كمان بعض التجارب التأكدية اللي بتقدر تفرق لنا كمان تاني فلو خدنا مثلا مع محلول يوديد البوتاسيوم هناخد جزء من املاح الفضة جزء من محلول يوديد البوتاسيوم زي ما احنا شايفين تكون راسب اصفر من يوديد الفضة طيب في حالة الرصاص هناخد جزء من املاح الرصاص تكون راسب اصفر من يوديد الرصاص طيب ممكن كمان نفعلها مع تجربة تانية مع محلول هيدروكسيد السوديوم فلو خدنا جزء من املاح الفضة مع محلول هيدروكسيد السوديوم زي ما احنا شايفين تكون راسب بني في حالة الفضة في حالة الرصاص هناخد جزء من املاح الرصاص مع محلول هيدروكسيد السوديوم فدنا راسب اصفر ابيض مصفر من في حالة الرصاص وبكده نكون انتهينا من دراسة المجموعة الاولى للشقوق القاعدية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر